السلام عليكم ومرحبا بكم معي جميعا على قناتكم دل كرام تيفي نتمنىكم تكونوا بخير على الف خير اليوم شاء الله سنحضر معكم وصفة ليزوينا بزاف من هدواء وماكلة لديدة وفنة تصلح لكم الفطور تصلح كذلك الوجبة العشاء سنوجد معكم هاد الحساء بالنخالة اذا بالنخالة كاملة يعني كيف ما هي مكن غرب لها محتاش حاجة فعندي هنا زلافة ممتلئة دي النخالة ودرت ثلاثة زلايف كيغليوا دي الماء اذا درت الماء طيب عبر ثلاثة زلايف ودرتهم هكذا في الطنجرة كيزيدوا يغليهم مزيان مزيان اذا غادي نضيف لهم شوية الملح هانتما معي حتى تشوفوا الطريقة باش غادي نطيبها فكجي رائعة والديدة والاهم من ذلك انها صحية بزاف فكيف كتعرفوا ان النخالة زوينة بزاف الامعاء زوينة الناس يعني اللي كان يوم الامساك زوينة كذلك المفاصل كتقوي العظام يعني عند هالعديد من الفوائد الصحة وحتى الناس اللي بغين يضعفوا يعني راه زوينة اليوم بزاف ممكن بقوي تناولوها كوجبة عشاء يعني راه مش بيعا ولديدة وزوينة وكتفيدهم صحيا وجسديا اذا كيف شتو درت تقريبا واحد الملعقة حتى الجوج دي زيد السيتون ودرت شوية الملح على حسب الكمية اللي عندنا فدك ثلاثة زلايف ديال الماء ودرت زلافة ديال النخالة اذا بالنسبة لما غاد ينزيد يعني غير اللي درت فيه بحال هكذا يعني هات الشرك يعطني كمية كبيرة اذا كان هكذا غير جوج اشخاص مثلا فممكن انكم ديروا غير واحد نصف زلافة ديال النخالة اذا هن راه درتها تقريبا تقريبا واحد الستد زلايف اللي اعطعتني هاد الكمية اللي درت يعني لكم تبغي نغي كمية قليلة فكافي انكم ديروا غير نصف زلافة اذا هنتوا ما معاي فا تلاسة زلاف ديال الماء ما كافياش طبعا رغاد جيه رغاد يجي عاقدة وخاترة بزاز فغاد ينزيدوا الماء طيب اذا كان خليها طغير واشوية وكان زيدوا الماء يعني كاتخفوها على حسب الكمية على حسب عفوا الكلتاة فلي بغيتها جيه في الأخر يعني كيلي كيبغيها شوية عاقدة وكيلي كيبغيها جوية شوية سائلة هنتوا ما غاد ينشوفوا فغاد ينزيدوا فيها تقريبا واحد زيتون والملح اصبح زيتون لقياس اضافك تضيع الزيتون ثم تضيف ثم تضيف ثم تضيف تضيف طيبة على راحتها. رغم لا يوجد وقت طويل ولكن ضروري ما نخليها الطيب تقريبا غتخليوها بين واحد تقريبا نخليها واحد عشرين دقيقة حتى الخمسة وعشرين دقيقة. النارة ديرها متوسطة ولا اكثر شي شوية من متوسطة. اذا الممكن انكم ديروها في شي وعائلي وغارق شي شوية وتغطيو عليها. اذا انا كيف شفتوط نجرة هنا يا رهجة تقريبا عامرة يعني اللغطيت غدي تفضلي وغدي تخواها في البوطة فهذا الشي ليش مغطيت لهاش يعني فاش نديرها في شي وعائلي وغارق فكنحط عليها لغطاء يعني كتساعد هذا البوخار كيرجع لداخل فبسرعة كتوجد ليا اذا لانتو ما كاتشوفوها هي كتغلي مزيان 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 اذا لانا كيف قلت لكم بقيت كنعبار معاكم مغي بشوية بشوية حتى اكملت استاذ ليف ديال ما. هانتو ما غاتشوفو فالاخر شلو غدي ينزيد ليها وتشوفو شكيل ديالها كيفاش غدي تجي غتجي ولا ارواع بالزبد الناس اللي النخلة غير كير ميوها يعني ما عارفيش الفوائد ديالها وبالزبد الناس اللي ما زالك يوصفو بانها كتتغل بعيم مع ان النخلة اساسية جدا جدا في التغذية كل شيء علامة التغذية ولو كيوصوا بها مفيدة جدا الصحة ودول عديد من الامراض يعني حتى بالنسبة كيف قلت لكم الناس اللي عندهم هشاشة العظام راكت تقوي جدا للعظام وشفتها مؤخرا حتى في واحد الفيديو ديال الدكتور فايد حتى وشفتو كيهدر على هذا الهشاشة العظام يعني لو بغينا العظام تولي قوية فضروري من هاد النخالة الحمراء ديال القمح اذا فهي زوينة بزاف فاحنا ما كسخطاناش في الضار ولا شفتو معيه في القناة فموجد معكم العديد من الوصفات بيها ووجدها معكم حريشات وجدها حليوات خبز حرشة بزاف الوصفات اللي ديرها بيها العديد جدا من الوصفات بالنخالة اذا نبغي نديرها معكم حساء لي والديد وزوين بزاف يليق في جميع الفصول يدار في الصيف في البرد را خفيف وزوين بزاف اذا هنك اضافات منسمة باش كنجيبها الديد بزاف ممكن انكم ديروا الزعتر العشاق المدق ديال الزعتر انتم معارفين فوائد ديال الزعتر حتى هو ممكن الى عندكم اي نوع من الاعشاب وانتم ما كتبغيبها تعاوضوا بها ممكن ديروا كذلك زرعة الكتان يعني الناس اللي بغي ان يضعافوا في الوزن ديالهم فممكن انكم تعاوضوا الزعتر بزرعة الكتان راح زوينا بزاف وكتجي فلنا مع هد الحساء ممكن ديروا كذلك يعني اي حبوا بغيته ممكن ديروا الكامون ديروا شوية حبة اضافة البراكة لحبة السوداء اذا انا اكتفيت غيب الزعتر شفتو الكيميا نقصات انا نقص واحد زليفة لانا الزوج ديالي ما كيبغيش الحليب ما كيشربش هكذا المواد اللي فيهم الحليب فكن نقص ليها هكذا واحد زليفة عدرت لدراري الحليب قدرت واحد الكأس كبير ممترئ ديال حليب كيشفتو رماش يغيي كأس شاي كأس كبير ديال الحليب وخليتو يغلي غير واحد شوية سوف ينطفع ليها اذا صافيو هيا واجدة معي شوفو القوام اللي خليتها بيه اذا إلا بغيتو تخليوا هكذا واحد شوية حتى كتنساجم مع بعضها وكتختار كتر ولا بغيتو تقدموها هكذا ويا ساخي نام فوق البوطاء اذا إلا خليتوها واحد شوية فكتجي افضل كتنساجم وكيشربوا المواد هكذا مع بعضياتهم فكتجي في النزوينة حتى القوام ديالها كيزيد اختار شي شوية وكتنقدموها بحال هكذا بصحة والراحة دانهانتو مهدا وشكيل ديالها فكتجي زوينة رائعة والاهم من ذلك انها صحية ومغدية ومفيدة بزف 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 لدات يعني غير شي حاجة اللي هي بصيطة واحد زليفة ديال النخالة ما كنخسرو فيها حتى شي حاجة ومع ذلك را كتفيدنا وكتغدينا وكتعاج لكثير من الاشياء في صحة الانسان اذا هذه هي شيئة اليوم اتمنى ان شاء الله تكون عجباتكم وتكونوا السفتون منها واذا عجبكم فيديو ما تنسوش كيف العدد دعم القناة تخليونا الاعجاب ديالكم وكذلك تبارتاجوا الفيديو مع الاصدقاء والاحباب باش تعم الفائدة باذن الله شكرا جزيلا على وفائكم وعلى حسن مشاهدتكم دمتم في امان الله السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة